طيب نتكلم بصراحة كالعادة نتكلم بصراحة أول حاجة لازم نوجه الشكر والتحية والتقدير للجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اللي كان بيترقصها الدكتور طه اسماعيل قبل ما ييجي الكابتن كبير طبعا كابتن محسن صالح ليه بنشكرهم لأن الناس دول في الحقيقة في الحقيقة قدروا أن هم يجيبوا مدير فني محترم للنادي الأهلي مستر ريني فيلر والتجربة أثبتت كده احنا طبعا كمشجعين كجماهير أول ما تم الإعلانة عن مستر فيلر ايه سي في ده ده راجل ده مش قد كده احنا مفروض نجيب حد يكون مسك أندية كبيرة احنا مش قليلين طبعا احنا مش قليلين احنا النادي الأهلي لكن في نفس الوقت في مسؤولين جوا النادي هم اللي شايفين الأمور ماشية ازاي هم شايفين مين اللي أنسى هم اللي فاهمين أكتر مننا بكل تأكيد بخصوص تجربة وخبرات عديدة بالنسبة لكل عضاء لجنة التقطيط للكورة طبعا بتنصيك مع الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على الكورة فبالتالي الناس دي لازم نحييها لازم نقدرها ونشكرها بعد ما قدروا أن هم يوفروا للنادي الأهلي مدير فني محترم الأهلي كان بيفتقد هذه الشخصية على مدار سنين قبل كده للأسف كنا بنغير مدربين للأسف كل مدرب بيجي مش هو ده المطلوب مش هو ده اللي حيلب طموح النادي الأهلي مش هو ده اللي منتظرين منه الأداء احنا بصراحة لقنا الأداء ولقنا النتائج مع مستر فيلر فبالتالي الراجل ده مدير فني مميز وجيد وتم الحكم عليه خلاص مدير فني جيد جدا لكن برضو عشان بقى صريح مع حضراتكم هل تجربة الدوري هي التحدي الأهم بالنسبة النادي الأهلي؟ طبعا لا محليا محدش يقدر علينا والمبارات هي اللي أثبتت محدش يقدر علي الأهلي محليا خلاص لعبت الاتحاد في عزه في قوته كسبت 4-0 لعبت الاسماعيلي بكمتو كسبت 1-0 قبل الموسم ما يبتدي لعبت الزمالك كسبته في السوبر تاتا 2 من خلال طبعا كمان بعض المبارات في بطول الدوري 8 انتصارات ما شاء الله لقوة تقل بله إذن محليا محدش يقدر علي الأهلي لكن يبقى التحدي الأفريكي هو الاختبار الأهم بالنسبة للجهاز الفني وبالنسبة للعبين لأن الهدف الأساسي بالنسبة لكل الجماهير هو بطول الدوري أبطال أفريكيا إحنا متعشرين خير إن شاء الله أن إحنا سنادي نحق البطولة دي بعد فترة غياب لكن في المجمل في المجمل الناس دي اشتغلت صح الناس جوا النادي في سرية تمت فجئنا بفايلر مدير فني النادي الأهلي إذن لازم نشكرهم ولازم نحييهم ده رقم واحد لأن ده شيء غاية في الأهم أفريكيا